خلال كلمة له أمام مجلس النواب الليبي المنعاقدي في مدينة سيرت دعا رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد الدبيبة إلى خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة المتواجدين في الليبيا الدبيبة قال أثناء كلمته إن المرتزقة خنجر في ظهر الليبيا مؤكدا أن عملية إخراجهم تتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم مضيفا أن حكومته تعتزم تواصل مع الأمم المتحدة بهدف ترحيل هذه القوات من البلاد فورا رئيس الوزراء الليبي دعا أعضاء مجلس النواب المجتمعين في سيرت إلى الموافقة على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي اخترحها مشيرا إلى أنه لا بد من الاتفاق من أجل مستقبل أفضل لبلادهم وفي وقت سابق ندد الدبيبة بما سماها حملة شرسة تهدف إلى تدمير البلاد تزامنا مع شبهات فساد خيمت على العملية السياسية التي أدت إلى تكليفه وفي الأسبوع الماضي وصل نحو عشرة مراقبين دولين إلى ترابلوس للإعداد لمهمة الإشراف على عملية وقف إطلاق النار المعلن في ليبيا منذ أشهر والتحقق من مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة المنتشرين في البلاد بدورها كشفت الأمم المتحدة مطلع كانون الأول ديسمبر الماضي وجود عشرين ألفا من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا مشيرة إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة وبدأ مجلس النواب الليبي الأثنين في مدينة سيرت جلسة رسمية بحضور 132 نائبا للتصويت على منح الثقة لحكومة الدبيبة قبل تعليقها بعد مداولات مستفيدة بشأن الحكومة المخترحة ترجمة نانسي قنقر